نروح لموضوع تاني طبعاً يعني موضوع بالنسبة لي هو موضوع مهم مش بالنسبة لي أعتقد لكل جمهور النادي الأهلي كلنا منتظرين نعرف طاقم تحكيم مباراة القمة بعيداً عن الأسماء أنا بأطالب اتحاد كرة القدم المصري إن هو يحمي الحكام قبل القمة مش عايزين الدغوطات اللي بتحصل للفترة الأخيرة يكون لها تأثير سلبي على لجنة التحكيم وعلى طاقم التحكيم كفاية اللي بيحصل للفترة اللي فاتت أو اللي حصل للفترة اللي فاتت وكلكم شايفين النادي الأهلي بيتعرض لظلم تحكيمي واضح بسبب الضغوطات اللي بتحصل على كلاتنبرجر تقريباً أو وبعد مسؤولي لجنة التحكيم ولكن لا يوجد أي رد فعل من اتحاد كرة القدم المصري حضراتكم عارفين طبعاً بكل شوية هقول هذا الكلام هذا الهجوم الشرس بحثاً عن الاحتواء اللي كان سبب في خسارة النادي الأهلي بالدوري مسيمين وراء بعض وفي حملات شغالة ليل وانهار علشان اللي كان بيحصل السنتين اللي فاتوا يحصل السنادي وإحنا هنا بأطالب الجميع إن القمة اللي جاية محتاجة عدالة تحكيمية اللي إحنا دايماً من خلال البيت الكبير أو من خلال نادي الأهلي دائماً يطالب الحكام بالعدالة التحكيمية كل واحد ياخد حقه كل فريق ياخد حقه أتمنى أن لا تكون هناك ضغوط